لكن هناك كلام كثير في الغربال كله ماشي من الأهل بدأناها بدر قوي احنا لسه الموسم يدوب الأهل مخلصش مباريات الدور الأول لكن فجأة تفتح أي جرنان وأي موقع خد عندك كل الناس تقريبا ماشي في جولة سريعة جدا كده أقول لكم الجمهورية الترجي العقبة الوحيدة بن رمضان على أعتاب الأهلي بس ما قالوش أهل الجزيرة ولا أهل مدينة نصر لكن هو على الأعتاب عموما بس الغريبة أن الجمهورية نفسها رجعت سريعا بتقولك في اليوم التالي مباشرة قندوسي دخل الاهتمامات لصعوبة ضم بالرمضان بس بالرمضان كان على البوابع جماعة مش مشكلة لكن صفقات الأهلي كلمة السر فيها ديانج ما له ديانج يا سيدي طلعت الوطن قالت لك ديانج للبيع إيه ده بسرعة كده الأهلي بيسعى للتفريط في لعب الوسط ليه؟ لتعويض خسائره المالية أوبا دخلت الشروع قالت لك الأهلي بيقول لم يصلنا عرض من ألميريا لضم أليو ديانج ونقلت على أمير توفيبي يقولك لأنه منع فيه رحيل اللعب بشرط وكهربا يطلب تحديد مصيره دخلت الدستور ما كدبتش خبر قالت لك الأهلي يفاضل بين أربع لعبين لخلافة مين بقى مش ديانج السرية ليه يا سيدي قالك السرية عنده 33 سنة وصعب يكمل طبعا الموضوع ما يفوتش المصر اليوم وما أدركب المصر اليوم في السويق دي دخلت قالت لك ياسر ريان بيضغط على الأهلي لحسم مصير ناجلو وإيه بقى وقفشا بيتمسك باللعبة أساسيا في المباراة المقبلة بيتمسك أساسي يا كده يا همش رجعت الوطن بتقول في خمسة أجانب في قائمة صفقات الأهلي لدعم الفريق السنة الجاية مين بقى ترشيح المترجي وإيبوكا ويا يحيى وبالرمضان وقندوسي لمسيماني ومكسوني مش بس كمان وتاو ينضم من لقائمة الراحلين شفتوا كده بصوا أستاذ وغير اللعيبة بتاعت الأهلي اللي من دول حيتقسموا من قبل الإعلام إياها واللجان إياها إلى ثلاث فئات المرشحين للمغادرة والغاضبين من عدم المشاركة وللون شروط ثم اللعيبة اللي تتهاجم ما أنتش عارف مين اللي ورى اللجوم عليه بحس أن فرقيتها جديد كلها تبقى عاملة كده والحقيقة للأسف الشديد بمساعدة أحيانا من بعض عاشق الأهلي دون أن يدروا ومن الحب ما قتل ساهموا في تصديق هذا الكلام وبقوا يعني أنت منين بتفخر بكل الإنجازات اللي تمت ما هم دول أصحابها ها في تزابزو لكن في الموعيد الكبرى كانت فيه نسبة نجاح عالية فيه اهتزاز دور نحنا محدش معانا خلاص واضح يا جمهور الألم محدش معانا دورنا نحنا نوقف ولادنا على حلو مقدرش أعد أوبخ ابني وهو داخل على امتحان والله من تفالح والله من تفالح قال إيه بيذكر هنا ذكر مهما تذكر والله من تفالح فكلام يجي بإحباط لكن اللي دحكك يقول لك ديانج والأزمة المالية في الوقت اللي جالك فيه فلوس كتيرة من رمضان ها فلوس من الاتحاد الإفريقي فلوس من أليو باجي اي وفلوس أخرى جاي في الطريق اذا المسألة مسألة واضحة وانت لما تشوف الصفحات يا جماهير الأهل يا أعلام الأهل يا محب الأهل هو مثلا المصر اليوم سمعت خبر إيجابي بقالك مدة منه مش هما دول اللي كانوا المسيئين هنا وقت اختراق النادي لأهل العالمية كريمة بحسين شوفوا فين دلوقتي محمد الشارقاوي وطبعا السادس الإسلام هو من راجل ما خباش انتماء ومسألة معروفة فلما ناخد الأمور بشيء من التراوي أنا مش بقولوا مكتبوا ما تكتبوش أنت حرين في اللي تكتبوه وربما عندهم مصادر بتقولوا ماذا الكلام وده طبعا مسألة لازم في النص هيقول لك خبر إيجابي يعني 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 عايزين نقول أن النادي الآلي محتاج الفترة الجاية وخلي بالكم الفترة الجاية جدا 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 الضرب في الجهاز الفني هتبقى على أعلى مستوى الضرب في الأجهزة المعاونة هيبقى على أعلى مستوى الضرب في أعمدة الفريق على أعلى مستوى النهاردة كابتن ياسر ريان بيضغط عن شب مصير ابنه أفشا عايز يلعب يعني وضع يلعب مش عارف هيحصل إيه وبكرة هقول لك أحمد عبد القادر هشوف مين اللي الناس بتحبه والناس شايفاه فايق وحيحاول أنه زعزع العلاقة بينه بين جماعيره النهاردة نجوم كبار اتعامل فيه كده أول ما يمشي نبتدي نكبر فيه ليس صدفة النهاردة نجوم بس أنا برضو عايز أقول لنجوم لحاجة خلص بقى ما قلتوا لازم تعرفوا أن فيه قطاع هيعملكوا كده لكن فيه غالبية تحترمكوا جدا ووقفوا في ظهركوا يا نجوم الأهل مش عايز أنا محمد يتأثر مش عايز حسين الشحات يتأثر مش عايز طهر طهر الناس بتحتفي بي بقالها اسبوعين ثلاثة المسألة تاو أول ما جاء كان عمل عمل إزاي ودلوقتي بيتهاجب بنفس الطريقة مكسوني أول ما فأتعور بس كان ممكن يعبر عن نفسه خلونا من حتة أن احنا يعني حتى لو لنا ملاحظات ما نتكلم فيها مع بعض مش ضروري نوجه رسالتنا بالسلب إلى اللعيبة خلينا في ظهر النادي الأهلي لأن دول مكملين معنا ودول بإذن الله إلا حيجابونا البطولات القادمة ترجمة نانسي قنقر